صباح الخير ومساء الخير يا شباب على حسب انت بتشوفوا الفيديو ده امتى? نجي المهوردة نتكلم عن الجزء اللي في شابتر ملحوظة ده مش المنهج كله خالص. ده الجزء بس. آآ الجزء لازم تكون انت متذكر من الفايل اللي موجود اللي انت جتلي عن الفيديو ده عن طريقه. هتلاقي جزء ده لازم مهم جدا جدا ان انت تفهمه وتكون فاهم كل كلمة فيه. عشان تفهم انا هتكلم هنا في ايه? او ايه القوانين اللي لاستخدمها والحاجات اللي لاستخدمها. احنا هنعمل اليه النهار ده في الفيديو ده حاجتين. اول حاجة هنحل السؤال مباشر وسهل وبسيط. افاهمك يعني ايه مسألة يعني ايه العناصر اللي جواه وازاي تتعامل معها وتفهمها وتحلها بكل سهولة. تاني حاجة احنا عندنا سؤال تاني من اسئلة محتاجين ان احنا نركز فيه كويس جدا جدا لانه مهم قوي. آآ يلا نبدأ بسم الله. خليني بس اديك افكرك بحاجة ان انت في سنة تانية انت درست حاجة بتقول لك ان ايه عشان تحسب اي تكلفة لاي منتج عندك بتحتاج له. لو تكلفة الخيمات اللي انت استخدمتها والديريكت ليبر. تكلفة العمالة مرتباتهم بقى وعلى حسب هم بياخدوا اجرهم ازاي. آآ تالت حاجة اي مواد تانية لها علاقة بالصناعة اللي انت تشغل فيها غير اول اتنين. آآ اديك مثال بس بس عشان احنا هنا بنحل مطارقتين. اول حاجة والنورمال كوستنج. طب يعني ايه اكشوال كوستنج والنورمال كوستنج? ان انا بحسب تكلفتي بعد ما بخلص التصنيع خالص. طب والنورمال كوستنج ان انا بتوقع التكلفة تحصل ازاي قدام آآ وبحسب سعر ده وبحسبها قدام يعني تبقى معي كم? وبحسب وبحسب وبدفع سعرها دلوقتي بحسب المتوقع قدام ده. ده هديك مثال آآ يفاهمك القصة دي. اقفل مثلا ان انا صاحب مصنع. جيت ان انا آآ لو هامش بتالية الاكشوال كوستنج. انا حاسب الناس اللي طلبين مني اردارات او طلبين مني شغل او حاجة. هحاسبهم آآ بعد ما بخلص شغل الشهر. وده النسبة الاقل من معظم مصنعين بيشتغلوا بيها. لان انا مش هؤخر العميل بتاعي واضيع طلوات علي لمجرد ان انا بقول له روح تستنى معي الاخري والشهر لما اخلص واحسب تكلفتي كلها وعت عليك. فبالنساعتها مش هشتغل بكده هشتغل بطاية النورمال كوستنج او المتوقع القدام. اللي هي ايه انا مثلا انا شايف نفسي ان انا قدام مثلا لحد مثلا اخر المدة انا هكون اه شغل مثلا بسعر عشرة جنيه او حدوشرة جنيه او التكلفة بتاعتي هتكون مثلا بقيمة مليون جنيه مثلا او هصرف في اخر الشهر مليون جنيه على المنتجات اللي انا طلعتها طيب مليون جنيه فسعيتها احسبها على عدد مسلا للساعات اللي انا اشتغلتها كل يوم. فبالتالي تطلع لي معدل اه ده راحسب فيه انا كتع مسلا معي او المنتج معي بتكلفة بتوقع علي بقى ده. تمام? فهي كده عشان كده انا بقول له هنا متوقعة تبقى اثمها او عشان لما تلاقي المسميات في السؤال اللي ظهر قدامك ده الوقت. يلا نقول بسم الله ونبتدي اول سؤال للسؤال الخفيف بتاعنا بيقول لك اه اه جوب فايف هوندران فايف هزيوز ده فولوين كوست ايتمز. ميديك اكشوال داريكت ماتيريال وبيديك الاكشوال داريكت ليبر. وميديك اكشوال فاكتوري اوفرهيد تركز معي في كلمة اكشوال اللي انا بحددها لك الاكشوال وبوجيتد عشان انت على حسب هو طالب منك ايه في السؤال طالب منك اكشوال والبوجيتد انت بتختار الكلمة بتاعكم. يعني هو الاتنين واحد عمتا في طريقة الحل بس في اختلاف مسميات زي ما اولت لك. فاول حاجة الاكشوال فاكتوري اوفرهيد. وميديها لك بتمانية دار للساعة الواحدة. وميديك البوجيتد فاكتوري اوفرهيد ريت المتوقع ان انا بقى تكلفة ستلاف ودي لها تريكة احنا نحلها لما نوصل لها. وميديك العدد الساعات الاكشوال اللي انا اشتغلتها خمسة وعشرين ساعة. وميديك البوجيتد ماشين اورز ستمية اشتغل ستمية ساعة كمتوقع ان انا في اخر المدة. وميديك عدد المنتجات اللي انا طلعها اللي هي ميد قطع. تمام? بيقولك انت هتحسب بطارياتين. اكشوال كوستنج ونورمال كوستنج. تم ما هتديك ماشي. اه ان احنا بالقوي بقول اكشوال كوستنج بس قبل ما نبدأها هقولك ان انت بس عندك معلومة ان الديريكت ماتيريال والديريكت ليور سواء تشغل اكشوال او شغال نورمل اللي اتنين واحد بالنسبة لك. او كده كده في السؤال هيديك الرقمين آآ سابت. يعني فهم? هتوقع تكتب ماتيريال مثلا في ال اكشوال الف وفي النورمال الف وفي ال اكشوال خمسمية وفي النورمال خمسمية. تمام? فهنمجي نكتب هنا في الجدول مثلا الف وهنا خمسمية. لو هنبتدي الاول بال اكشوال يعني. المشكلة عندك هنا دايما بتبقى لنو في الاسئلة هتديك الماتيريال والليبر ميتدوم لك مباشرين. مشكلة فاكتر اوفرهيد. لو تشوف قدامك اللي احنا شغلين اكشوال فهركز على الرقمين اللي هما الاكشوال فاكتر اوفرهيد ريت اللي هو الثمانية ودولار في الساعة وهجيب الاكشوال ماشين اوارز اللي هو خمسة وعشرين ساعة. يبقى انت معاك تكلفة الساعة الوحدة ومعاك عدد الساعات اللي انت اشتغلتها. طيب انا عايز تحسب تكلفة العدد الساعات اللي انا اشتغلتها قد ايه? همعامل حاجة بسيطة جدا. هقول لك. تمانية اللي هي عدد تكلفة الساعة الوحدة في عدد الساعات اللي هي خمسة وعشرين. هتطلع معاك بامتيم. ده كده ده كده اه ده كده بتاعك. يعني كده حققتي هنا ايه? التلاتة عناصر اللي طلبتم عشان نحسب تكلفة اي حاجة. طب هنا بقى عشان احسب التكلفة الاجمالية لمنتج كله بقى هم اقل لك ايه? هجمع التلاتة مع بعض. هم اقل لك الف وخمسمية الف وخمسمائة ومتين الف وسبعمائة. يبقى انا كده تكلفة الاجمالية هنا الف وسبعمائة. طب انا عايز هو بيقول لك ميديك في السؤال في ضمن العناصر اللي انت شفتها. ميديك ان هو صنع مية قطعة. وانت معاك تكلفة القطع كلها. فانا عايز اجيب سعر القطعة الوحدة عشان لما اجي اكتبها. لان هو طالب لك في السؤال بيقول لك كومبيوت كوست بريونيت. بتعايز تكلفة القطعة الوحدة. فانت معاك الاجمالي ومعاك هنا عدد القطع اللي هي مية هقسمهم على بعض. هيطلع معاك التكلفة القطعة الوحدة هتبقى بسبعتاشر دولار. ودي كده احنا كده خلصنا بطريقة الاكشوال كوستي. بسيطة وسهلة. طب نيجي بطريقة النورمل اميديك انا زي ما اتفقنا ان احنا سابتين طول الوقت. مش هلعب فيهم ولا غير فيهم حاجة. فانقولي ان هم الف وهنا خمسمية. تمام? تمام. قلنا المشكلة هنا دايما بتبقى في الفكتوري اوفر هاد. لو انت شايف قدامك هنا انا قلت لك لو هشتغل مع النورمل اي حاجة نورمل او بوجيت. شوف المسمى بتاعهم. المسمى مع المسمى. سمام لك يا الاسم نفسه مع الاسم نفسه. لما يقول لك هنا ان انا 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 وليديك في في ال في الفي الدمي يقول لك ان هو ستة الف دولار. وميديك عدد الساعة بسبته مية. فبيديك التكلفة كلها ووديك عدد الساعات. طب ما انا عيز اجيب عدد الساعة الواحدة عشان لما اجي اضربها. في الساعات اللي انا اشتغلتها في اللحزة اللي انا بتكلم فيها. طب انت ميديعك اللي اللي في المستقبل قدام اللي هو كامل scale Bug اللي انا بتوقع له قدام. نديك ان هي بستة الاف متوقع بتاعي六 الاف. على اللي هي الاجمال اللي انا دفعته. على ستمائة ساعة. يبقى انا طالع معي الساعة الواحدة بكام? اللي هي اسدة باستين على ستة. لو حصفنا السفرين دول مع السفرين دول. هتبقى بعد عشرة دولار في الساعة الواحد. تمام? يبقى كده كده جبت كام ان هي عشرة دولار في الساعة الواحد. distintos دولار. في عدد الساعات اللي انا عايزة دلوقتي. ليه الاكشوال? ما تستغربش ان انا بقولك ان انا دلوقتي تستخدم الاكشوال. لا انا دلوقتي لما اجب اتكلم ان انا بحسب دلوقتي بحسب للحزة اللي انا فيها دلوقتي دي حالا. انا بطلع اردر لعميل فانا عايز احسر التكلفة بتاعته. فبتالي مش هقول له استنى لا انا هحسب للتكلفة العدد الساعات اللي انا اشتغلتها في المنتج بتاعه او في الاردر بتاعه. فانا اقول لك هضرب عشرة. في خمسة وعشرين. هتطلع معي بامتين وخمسين دولار. لك انا طلعت من فاكشون افريت تمام? تمام? معي. كده انا برضو هنا حققت الطلط عناصر اللي انا عايزهم عشان احسب التكلفة. اللي هي الف وخمسمية وامتين وخمسين. هتطلع معي كلها بكم في الاخر التوتل كست? الف سبعمية وخمسين. هجأسمها على المية. لو عدد القطعة اللي انا طلعتها له برضو. هتطلع معي بسبعتاشر ونص دولار. وكده ابقى انا حسبت طريق تيني والنورمل. كده خلص معنا اول سؤال. وصلنا يا شباب للسؤال التاني ان نبهت عليه في اول الفيديو ان هو مهم جدا. يلا نبدأ فيه. بيقول لك اول حاجة ان هو شركة نيوجيزة او هننبه لك هنا ان هو ماشي بطريقة مش انا شرحت لك الفرق بينهم في السؤال الاولين. آآ بيقول لك او زيار عشين واربعة وعشرين. قال لك ان هو الشركة عنده هنا مقسومة الجزئية. الاساس اللي بيطلع له المنتج اللي هو تقطيعه وان انا بقفل المنتج وببعاته للعميل. آآ عندك اللي هو دول اقسام اللي هو التنظيف والصيانة دول اللي هما بيسهلوا مهمة ان هما يخلصوا المنتج. بيخدموا عليهم يعني. منتج بخبطة وان ادوت ها بتاعته ان هو الا ادك الاوهر. ادك اللي بتاعتهم. ادك ان هي بعمل عشر تلاف والمنتنس ب élف. والقاتنج والفينيشنج بéisيب بنانين الف والفينيشنج بيمabl bougوز النسعين الف. بعد كده ادكель الاورز. الاورز بالنسبه للمنتنس وكلينج يعني قعد كم ساعة في الحاشةيك وقعد كم ساعة في الحاشة والكلينج قاعد كم ساعة في الكوتينج وكم ساعة في الفانشن. حلو حلو. آآ طب دلوقتي كده ان الهدف بتاعي من السؤال ده كله ايه? ان انا اوصل للريد بتاع الكوتينج اللي هو تكلفته علي كم?疑ه الاساس بالنسبة لي. اللي هو الساعة بتاعته كم? كتكلفة علي. والفانشنج تكلفته علي كم? وهو مديك هنا الابريتينج اوورز ان هو الكوتينج اشتغل اربعين الف ساعة كتوتل والفانشنج اشتغل خمسين الف ساعة. دي هنحتاجها بعدين في اخر السؤال. اه اول حاجة اه ان انا هعملها ان انا هجيب عدد ساعات الكلينج عشان انا هجيب ريت الكلينج عامة فبجيبه ازاي باخد بتاعتها بقسمها على عدد الساعات بتاعتها. فانا عندي التوتل الساعات الكلينج اشتغلت كم ساعة? هقول تمنمية زائد متين اللي هم موجودين. هنا من اللي هم في تحت تمنمية زائد متين الف. يبقى انا هقول عشر تلاف التوتل بتاعها على الالف ساعة. حلو? اه هتطلع معايا ان هي اه بعشر عشر دولار في الساعة الواحد. حلو? يبقى انا كده الريد بتاعها عشر دولار في الساعة. بعد كده عايز احسب الريد بتاع المنتنس. هقوم جاي بقى مجموعة ده ما قلنا هو مدهاني بعشرين الف على التوتل الساعات بتاعتها اللي هي ستة الاف واربعين واربع تلاف سوري. اربع تلاف هتبقى توتل عشر تلاف. هي بقى هقسم هنا على عشر تلاف ساعة. هتبقى توتل ساعة اتنين يعني اتنين دولار في الساعة الواحدة. تمام? تمام. كده انا جيبت الريد. طب ما انا هنا عايز احسب توتل ميديك الاول بند اللي هو ميديك كوست تمانين الف ميدي وتسعين الف جاهزين. طب انا هنا بقى انا جيبت الريد هنا هقوم ضارب في الريد بتاعته هنا سواء هنا او هنا. في الريد بتاعته هنا وهنا. فقول هنا تمنمية في الريد بتاعها اللي هي بعشرة. وهنا برضو هضربها في عشرة. هنا بقى ستة الاف هقوم ضارب في اتنين وهنا في اتنين. كل واحدة والنسبة بتاعتها عشان اجيب التوتل بتاعها في الاخر. تمنمية في عشرة بتمن تلاف ومتين في عشرة بقى الفين. حلو حلو. بعد كده هنا بقى نوصل للقسم. هقول ستة الاف في اتنين باثناشر الف. واربعة تلاف في اتنين بتمن تلاف. كده انا معايا كل بنود والفينيشنج. اه هجمعهم بقى على بعد عشان يشوف توتل اجمالي القيمة بتاعتهم نفسها كام? هنقول تمان تلاف تمانين الف. ازا التمن تلاف تمانية وتمانين الف. واتناشر الف ادي كده عندي مية الف. مية الف دولار. ده كده توتل او الاجمالي بتاع القيمة اللي انا صرفتها في قسم القوتنج. طب في قسم الفينيشنج اقول مية وتسعين الف. زايد الفين مية تنين وتسعين الف. وتمانية ادي كده متين الف. ده برضو اجمال اللي انا صرفته في حالو. طب هنا بقى يجي دور انا قلت هنا عايزة احسب الريد. طب ما انا معايا بتاعت القوتنج والفينيشنج. اه عشان اجيب الريد بتاعها محتاج هو مدهوني. اقول هنا هقسم في كانوا مدهاني ان هي باربعين الف. تمام? وهنا مديني في ان هي بخمسين الف. هجحسب كل واحدة بتاعها بكام? هقول مية على اربعين. هتديني ان هي باتنين ونص اه في الساعة الواحدة. اتنين ونص دولار في الساعة الواحدة. وهنا هنقول الميتين على خمسين. هتبقى اربعة دولار في الساعة الواحدة. كده انا وصلت وصلت هنا ان انا عندي جبت بتاع الكاتنج تكلفته علي في في المنتج في الساعة الواحدة تبقى بكام باتنين ونص. ووصلت الفينيشنج تكلفته علي ان هي تبقى اربعة دولار في الساعة الواحدة. نيجي بقى نبص هو كان طالب مني ايه في السؤال? بيقول لي كمبيوت اول سؤال بيقول يعني هو عايز اجمالي الكوس اللي اتحملت عليا في الفينيشنج اللي هي بكام? ميتين الف. يبقى اول واحدة انا جيبها في الاول على طول جاهزة. ميتين الف. هو ما طلبش ريت. هو طلب قيمة. قبل ما احسب الريد بتاعها. طب تاني سؤال اللي بيقول لك كمبيوتر بريد ترموين اول واحدة. بيقول لك انا ماخدش بالي. اه بيقول لك ان هو يعني مصاريف بالنسبة للفينيشنج ديبورتمت. يعني دي ايه كده مصاريف بالنسبة للفينيشنج. اللي هي كام هو طالب الجزء ده? اللي هي هتبقى بتمن تلاف. طب تاني جزء معايا تاني سؤال. بيقول لك كمبيوتر بريد ترموين بالنسبة اللي اتوقعت على يبقى ادي اول حاجة عندي اهو. اروح ناحية هو طالب الجزء ده برضو اللي هي هتبقى تمن تلاف. تمام? تمام. نروح تريد سؤال بيقول لك هو طلب الريد بالنسبة الفينيشنج ديبورتمت. الفينيشنج ديبورتمت يبقى طالب السؤال الجزئية دي. اللي هي اربعة دولار في الساعة الواحد. وكده الجزء الاولاني من السؤال بتاعنا خلص. وصلنا للجزء الاخير والتاني معنا النهاردة في السؤال التاني. اه ده تكمل الجزء الاولاني. يعني في الاول بيأكد عليك عداتها بتاعتك ان انت جبت ان الكاتنج بمية الف وان الفينيشنج بمتين الف. اه هنا بقى لما نيجي نحيل للسؤال ده هيبقى قريب شوية لاجابة السؤال الاولاني. اه ميديك في ناحية ان هي دي اردارات شغل هو يعني المصنع بيشتغلها. بعشر تلاف فور وبتسعة تلاف فايف والدي بتسعة تلاف فور وبستلاف فايف. ميديك مش هتحسيب على عاجة واحدة لأ هو مقسمها لك عدد ساعات وعدد ساعات بس ما تنساش ان احنا في الجزئية اللي فاتت او في الجزء الاولاني من السؤال ده احنا ان طلعنا ان بالكاتنج الريد بتاعته اتنين دولار ونص في الساعة وفي الفينيشنج اربعة دولار في الساعة. تمام. وعشان نحسب الجوب فور والجوب فايف لازم يكونوا التلات عناصر عندنا موجودين زي ما اتفقنا اللي هو الديريكت ماتيريال والديريكت ليبر والماني فاكشنج اوفرهاد. اه اه اتام معاك الديريكت ماتيري والديريكت ليبر تعني نحسب ان القاوتنج عمبك اتنين ونصف فاون ضربين هنا الربعمية في اتنين ونص ناحية جوب فور وهنا في اتنين ونص ناحية الجوب فايف وهنا في هنضرب في اربعة وفي اه في جوب فور وفي اربعة في جوب فايف. تمام? تمام. احسب بقى كل واحدة اربعمية في الاتنين ونص بألف وامتين في اتنين ونص بخمسمية. وعندك في في جوب فور سبعمية فاربعة بألفين وتمنمية. وفي الفينيشنج في جوب فايف متين فاربعة بآآ تمام تمام. بتاع نحسب التوتل بقى بتاع المانيفاكشورنج نفسه ان انت عندك الف و الفين وتمنمية تلاتة تمنمية. وعندك هنا الخمسمية والتمنمية بألف وتلتمية. كده انا حققت الشرط بتاعي ان لازم اجيب التلاتة عناصر اللي هم والليبر والفاكشورنج اوفرهيد. تعالى نجيب بقى بتاع كل وقت بتاع الجوب فور وجوب فايف. هنا عندك عشر تلاف وتسعة تلاف تسعة تاشر الف وتلاتة تمنمية تبقى اتنين وعشرين تمنمية. وهنا تسعة تلاف وستة تلاف والف وتلتمية تطلع معاك بيه ستاشر تلتمية. كده ما جبت الجوب فور والجوب فايف. تعالى بقى نشوف هو طالب ايه في السؤال? بيقولك ان الكمبيوت المانيفاكشرينج اوفرهيد كوست مش طالب كله. يعني هو عايز التوتل اللي هي هتبقى التوتل اللي احنا جبناه ده اللي هو التلاتة تمنمية. تاني تولاد بيقوله ان هو يعني عايز التلاتة التلاتة عناصر اللي هو الماتيريو والليبور والووفرهيد. اه فيجوب فايف. يعني اللي هي التوتل اللي طلعناه هنا. اللي هو بستاشر تلتمية. وكده يبقى بتاعنا كله خلص. هتمنى كنت يعني خفيف عليكم في الكام دي ايه ادول. وكونوا استفدتم مني ان شاء الله. شكرا.